أفرج الأحد عن صحفيين إسبانيين في سوريا بعد مرور ستة أشهر على اختيطة فيما من قبل جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية في العراق والشم وقال صحيفة ألموندو الإسبانية أن مراسلها لشؤون شرق الأوسط خافية أسبينوزا تصل بغرفة الأخبار في مدريد وأخبرهم أنه أطلق صلاحه مع زميله المصور ريكاردو جارسيا وقد تم تسليمهما إلى عناصر الجيش التركي وكانت صحفيين قد اختصفا في سبتمبر أيلو الماضي عند نقطة تفتيشا على الحدود السورية التركية مع صحفي إسباني ثالث يدعى مارك مارجينداس الذي أفرج عنه في وقت سابقا من الشهر الحالي يذكر أن العديد من الصحفين الأجانب تم اختطفهم في سوريا التي تشهد نزاع المسلحة منذ ثلاث سنوات بين قوة المعارضة والنصام